السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم المشاهدين دينا مشاهدي سعدة تقنية في الماكنتو مع هذا الفيديو جديد الفيديو دياليو ما شاء الله غدي نتعرف من خلاله كيفاش أنا غدي نتخرج الرقم السري من البريد الإلكتروني دينا لهو كما كالحال تابع الحساب ما صار متمدرس فكما تنعرف على أنه هذا الرقم السري غدي يفيدنا بزاف أولا باش أنا نشوف البيان دي النقاط ديالنا في الحساب ديال ما صار متمدرس أو ما صار سيرفيس كذلك يمكن لنا أننا من خلاله ندخلو الأوتلوك عن طريق ميكروسوفت 365 باش أنا نشوف النقاط وكذلك النتيجة وكذلك يمكن لنا أن ندخلو بي يعني لأي حاجة بغينا يعني ولكن المشكلة اللي توقعوا فيها بزاف ديال التلاميذ وكذلك أولياء الأمور هو أمنهم كينساو هذا الرقم السري في الحقيقة لما سبقش لك مثلا شخصت الرقم السري أو ما سبقش لك دخلت يعني للمنظومات ما صار من الأساس كننصحكم بشدة أنكم تبشوا لواحد الفيديو هاو غدي تلقاوه هناك في ديك الدوار البيضاء ولا غات تلقاوه في صندوق الوصف هذاك الفيديو غدي تشرح لكم كيفاش أنكم غدي تدخلوا بارد إلكتروني جديد أو لكيفاش غتسترجعوا البارد الإلكتروني جديد ديالكم في حالة ما إلا مثلا ما عرفتوش أو ما عطاهش لكم هذا الفيديو هدا غنوروكم كيفاش تردوا الرقم السري ديالكم انطلاقا من البارد الإلكتروني ليسبق لكم وشخصته إلا درتوا البارد الإلكتروني ونسيتوا من الأحسن سيروا الإدارة ولا سيروا كما كان الحال عند الحريس العام ويحلم معكم هذه المشكلة لأن البارد الإلكتروني دبا ولا إجباري ولا مهم خاصك تعقل عليه تنسى الرقم السري وما تنساش البارد الإلكتروني تنسى كما كان قوله الرقم السري وما تنساش الرمز ديال المصار وما تنساش كما قلت لكم البارد الإلكتروني يعني إلا شخصته واحد المرة خاصك تعقل عليه وخاصك تبقى مشجله دبا غديمشوا مباشرة باش نتعرفوا كيفاش تردوا الرقم السري غديمشوا مباشرة يعني المصار service.m.gov.ma ومن ثم غديمشوا الفضاء الخاص بتلميذات والتلاميذ وغديمضغطو عليه بحالك أنا غتلاحظوا معي أنه وعدنا اسم المستخدم والرقم السري اسم المستخدم والرمز ديال المصار والتعليم.ma والرقم السري ديالك في حالة ميلان سيتي ولكن غدينديروا واحد القادية اللي هي بسيطة غديمشوا مباشرة لنسيج كلمة المرور هنا غديدتدير الرمز ديال المصار ديالك وغديدتورك على بحث كيفما كانتشوفوتيك بالكودج كتأكد لي البارد الإلكتروني ديالك هنا إلا ما عرفتشيش البارد الإلكتروني ديالك كي نواحد طريقة باش تعرف هذي البارد الإلكتروني ديالك الالكتروني هنا غادي تدير الاسم بالفرنسية النسب بالفرنسية تاريخ الزديات ديالك ومعدل دورة الاولى وكذلك غادي تحاول انك تجاوب على هاد العملية هادي وغادي تدير الجواب كتحديد التحت وغادي تورك على زر ديال التحقق هنا غادي تلاحظوا معيه انه بالفعل رعطاني الايميل ديالي من خلال رمز المصار ولكن الاشكال هو انك ممكنش لك تعدل هاد البارد الالكتروني علاش لان التعديل فوتي يكون مرة وحدة عكس كي ما كان عليه النظام بشكل سابق يعني كنت ممكن انك تعدلوا ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة ولكن يلقاوا على انه هاد المشكلة هادي كانت كتخلق لهم عدد من الامور السلبية بحال مثلا شي واحد ما يتعرف المعدل ديالك وتعرف الاسم والنسب كي يبدل البارد الالكتروني باش انه يحصل على تبيان نقاط وكيوصل كذلك للمعدل ديالك وهذا المسألة بصراحة بزاف الناس ما تيحبدوهاش وما تيبغيوهاش وبتالفة وما داروا هاد القادية هذي باش انها تحميك من الدرجة اللولة وبتالي كي ما قلت لكم في اللول ان ذا بالبارد الالكتروني رأو لواحد حاجة اللي هي مهمة بزاف انك تحافظ علي وتحافظ على الرقم السري دياله باش انه هاد المسألة 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 توقع فيها يعني مستقبلا وما يقعوش فيها ناس خرين كذلك اللي كانوا كيشاهدوا معنا الحلقة في اول سنة مستقبلا دا باش نو غندير وغدينشدو هاد البارد الالكتروني احنا اللي لقينا وغنحاولو رجعو به كلمة سر دائما تنرجعو لديك الواجهه اللي وولا ديال سيس وف ديالنا لنسيت كلمة المرور ندير رمز مصار ندير بحث نمشي مباشرة سوف اضع البريد الإلكتروني على هذا الحقل نحاول ان نجاوب على هذه العملية يحطي بإرسال وهنا نجد ارسال لك أولي أنني تم إرسال كلمة السر إلى بريدكم ونمشي مباشرة للبريد الالكتروني نزع الايميل رقم السر وكما تبقى أن الايميل يجب أن يكون ضروري هنا نضع الخارج ولكن نضع ايها الان في ترسولة الفتيال والرسالة سنحاولة سنسر اخر رسالة فيها واحد الرقم السري يعني هذا هو الوصف او الرقم المسر الى المؤقت يعني من اللي ناخده مباشرة سنسرود كيفاش سنعدله سنضع مباشرة مرة اخرى في الماسار المستخدم سنضع رمز مسار والرقم السري وذلك الرقم ديال الاكتيفاسيون اللي اخذينا من الاميل وغادي نزيدو حدا اتتعليم.ما وهنا غادي نديرو الرقم السري وهنا غادي نوركوه على تسجيل الدخول كما كتشاهدو هنا تيطالب نبع ان انا خسنين دير واحد رقم السري ضروري وهذا الرقم السري يعني اللي غادي نشخصوه بطريقة يدوية وهنا كيفما كنشوفو على انه بالفعل راح اه راح بدلنا الرقم السري ديانا وبنفس هذا الرقم السري وكذلك بنفس رمز المصار راح ممكن انك تمشي به يعني الاؤتلوك وهنا غادي نديرو تسجيل الدخول هنا غادي نحاولو انه نديرو تسجيل الدخول فقط عن طريق المتصفية حاو يمكنك انك يعني تقوم بتحميل التطبيق في العاتف ديالك هنا غادي نديرو الرمز المصار وهنا في الخانة اللولة غادي نديرو رمز مصارات تعليم.ما وغادي نديرو سويفون او للتالي هنا غادي نديرو الرقم السري كما كتشاهدو ان الواجهة تحولت من ميكروسوفت او مشات ليا مباشرة يعني التعليم.هنا غادي نديرو الرقم السري وغادي نديرو سويفون اذا دا با غادي نحاول اني نتكلم معكم بواحد نقطة مهمة بزاف وهي هاد النقطة المرسابة بتسجيل دخول الاوتلوك ميكروسوفت فكما تنعرفوه الاخوان على انه من قبل كتي ممكن دخول الاوتلوك بلا مشاكل يعني كتدير غير ذاك الايميل او لذاك رقم ما صار وكتي كتدير رقم سيرو تدخل نيشان ذا بلا وليسي لا بغيسي تدخلتي طالبك باسميتو خس كدير واحد الرقم هاتفي باش ممكن توصل بواحد الكود داكتيفاسيون في الهاتف ديالك باش انا وفي كل اختريك تقدر تدخل غادي طالبك به باش انا كتاكتيفيت دخول ديالك باش حتى واحد ما يتمكن انه يوصل لحساب ديال هاد الايميل فكما كتشاهدوا فانا دا بدخلت للايميل ديالي او لرقم ما صار ات تعليم بوا ايما انا قد نديرو الباسورد وغنديرو السو كونكتي هنا كما كتشوفو فهو تيطالبني بانه خاص ننصف طياء اما رسالة اس اميس الهاتف اللي انا سبق لي وشخصت او لوح المكالمة هاتفية ففي الحقيقة هاد المسألة ديرها ديالك تكون ديرها من قبل الى مثلا ما كنتيش ديرها تباع معي الخطوات فاول حاجة نبعدك نفضل انني انتليشارجي الابليكاسيون ديال اوتلوك يعني في الهاتف ديالي على الاندرويد هنا غادي ندير اجوتين كومت هنا غادي ندير هاداك الايميل او لهذاك الرمز ديال المسألة ديالي اللي ديما كنخدم به ليه هو كما كالحا رمز ما صار ات تعليم.ما هنا غادي طالبني مباشرة بانني خاص ندير رقم السر وغتلاحظوا معي انه غادي حولي الواجهة من اوتلوك الواجهة ديالي وزارة التعليم من بعد غادي يحاول انه يطالبني بانني خاص ننضيف رقم هاتفي او لا خاص ننضيف شوى سيلة باش انه يتم الحماية ديال حساب ديالي ولوصلت لهذا المرحلة هذي اللي غادي نشوفه ضروق فهذا تعني انه هنا خاص ننشخص الرقم الهاتفي يعني في الحقل اللول فانتك تختار رمز ديال الدولة ديالك يعني للمغرب او لا اي دولة مثلا وفي الحقل الثاني فانتك تدير رقم الهاتفي وعلى فكرة فهذا المسألة هذي اللي سبق لك درتيها ودرتيها الكود كابيتشا فارا يقدر يقول لك اوديه على انه رقم بلوكي او لنباني يعني خصك تصنع على الاخل واحد خمسة تسويع وستة تسويع الى مثلا بغيت يتقي فيدي هذي الانتظار كامل غا تحاول تبدل الهاتف ديال كامل وتقوم بنفس الخطوات باش يتقبل لك الكود كابيتشا اللي احنا كنكتبوه دروك باش نعطيه او باش ندير واحد لاجود ديالا كيما كتشوفو فارا ديجا سبق لي درتيها العملية في هذي الهاتف وقال لك اودي ادرتها عدة مرات فخاصك تنتظر واحد المودة محددة فهذا الحال هذي انا بدلت الهاتف كامل ودرت الكابيتشا وتقبلت لي بالراقب الهاتفي جديد اللي اكسبتيتو ودخلت بيه الحساب ديالي اللي هو التعليم.مع وفهذا الخطوة هذي كيما كتشوفو فارا غادي نكونوا توصلنا بواحد رسالة اس ام اس يعني على الهاتف ديالنا مباشرة اللي ممكن من خلالها انك تضيف فضل الرمز يعني بلا مشاكل فضل حقل وهكا كانت تمكنوا اننا ندخلوا يعني الاوتلوك ديالنا وكذلك يعني البواط مايل اللي ممكن من خلالها ان هنتوصلوا يعني بالمعدلات ديالنا وكذلك بالنتائج ديال البكالوريا لهذه السنة وكذلك السنوات المقبلة كانت من احد سعيد للجميع بالنسبة للناس اللي معمرهم سبق لهم دخلوا شي ايميل او ما عندهم شي ايميل او كذا رغم خليكم واحد الحلقة يعني في صندوق الوصف او لا في الدائرة البيضاء رجعوا ليها باش انكم ترجعوا البارد الالكتروني ديالكم او ضيفوا بارد جديد وهذا خكم سات يحييكم الى اللقاء